أيضاً في حلول نحن طرحناها على حكومة عبر عشرات السنوات لإيجاد شقق ليمتلك المواطن الأردني شقة أو يمتلك أرض يبني عليها أو يعني من خلال مؤسسة تطوير الحضري من خلال مؤسسة الإسكان الطوبر الحضري وإلى قضية الأسبوع واليوم رح نتحدث عن موضوع مهم وهو إجارات المنازل، إجارات البيوت ورأي الشارع الأردني بأسعار الإجارات خلينا نتابع تقرير أعدت زميلتنا يارا أبو نعمة ونرجع نتناقش معها أكثر بهذا الموضوع يشهد الأردن حالياً تحديات اقتصادية تتمثل في أسعار إيجار الشقق السكنية وهو أمر يعكس تأثيرات متعددة على الحياة اليومية للمواطنين في قضية اليوم نناقش تأثير ارتفاع أسعار إيجار الشقق على دخل المواطن بسبب ارتفاع نسبة المستأجرين مقارنة بالمالكين للبيوت وأراء الشارع الأردني والتأثير الاقتصادي لهذه الظاهرة بلغ عدد الشقق السكنية المسجلة في الأردن 697 ألفاً وخمسمائة شقة حسب آخر إحصائية أصدرتها دائرة الأراضي لعام 2023 ويعد ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية تحدياً رئيسياً يواجه المواطن الأردني حيث يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة الدخل الشخصي وزيادة الضغط المالي على الأسر مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع أسعار الشقق الذي استعرضناها في قضية سابقة طرحناها يزداد عدد الأشخاص الذين يفضلون استئجار السكن بدلاً من شرائه يعزى ذلك إلى صعوبة الوصول إلى التمويل العقاري وتكلفة العيش المتزايدة مما ساهم في ازدياد نسبة المستأجرين مقارنة بالمالكين للبيوت لفهم تأثير ارتفاع الأجور نلجأ إلى أراء المواطنين والتي تباينت بشأن هذه القضية حديثنا اليوم عن إيجارات البيوت والمنازل شو رأيك بأسعار الإيجارات اليوم؟ مقياساً بالدخول الأردنية لا شك أن الإيجارات والمي والكهرباء تحصل على أكثر من 40% من متوسط دخل الأردنيين هذا بحد ذاته رقم كتير كبير إذا ما ربطناه بالتضخم بارتفاع أسعار السلع الغذائية والله كثير بارتفع كثير كثير يعني أنا مستجر بيت حب 180 دنار ودخلي 350 فهذا الوضع صعب صعب على الناس يعني زيادة شوي زي ما تحكي دي عادة تتراوح إيجارات البيوت يجب أن نقارنها بدخل المواطن الأردني يعني تقريباً من 170 دنار ل300 شو بتشوف هي المعايير المناسبة لتقييم سعر البيت؟ يعني اليوم لو أنت عندك بيت على أي أساس بتحط له سعر أو بتقيمه؟ وهو حسب المنطقة وحسب البيت كل منطقة لها سعر أنا ما جربت أكون مالك وأسعر بيت بس هي عادة يعني يعني فيه إشي اسمه والأردن موقع عليها اتفاقية اسمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين للسكاء هاي مش بس بالأردن هاي يعني إشي بالأمم المتحدة هاي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شو بتحكي؟ بتحكي إنه على الدولة أن تكفل لمواطنيها العمل، السكن، التعليم، الصحة والتنقل هاي أساسيات الحياة ومدخلات الحياة في أي مجتمع والله بصراحة أنا ما بعرف بس هي إلها حسبة أجار البيوت السكني إله نسبة ما بعرف كيف والتجاري إله نسبة بس هو كثير شو نسبةه بنعرفش بس هو كثير يعني بصراحة الله يحسب المناطق يعني في المدينة الرياضية تقريبا غرفتين مع صالة وحماماتها حوالي 250 دينار وعلى المناطق الشعبية تنزل حوالي 170-160 دينار يعكس ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني يمكن أن يزيد من الانفاق الاستهلاكي ولكن في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تضخم الأسعار وتحديات اقتصادية إضافية وتتطلب إدارة هذا التوازن اتخاذ إجراءات حكومية فعالة للحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل تحديات ارتفاع الأجور في الأردن يظهر أن هناك حاجة إلى استراتيجيات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز دخول المواطنين وتقليل تأثير ارتفاع التكاليف ويتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين يعني أعطيكم ألف عافية يارا شكراً على هذا التقرير واليوم إذا ما نحكي أبرز النقاط التي يتيها يمكن التقرير طويل في العديد من التفاصيل ولكن اليوم الشارع الأردني ما رأيه بإيجارات المنازل وهل بالفعل هاي المنازل بتستحق هاي المبالغ اللي بتمدفعها هلا بالمجمل لازم نحكي طبعاً أكيد الشارع الأردني شايف الإجارات مرتفعة خاصة بالنسبة لدخل المواطن الأردني ولكن أيضاً تكليف الحياة كلها اليوم على المواطن الأردني مرتفعة من ضمن هالإيجارات يعني اليوم المواطن عم بيحسب أنه إيجاره عم بياخد نسبة كبيرة من راتبه أو دخله الشهري مقارنة بكمان باقي التفاصيل أو باقي التكليف اللي هو موجود عليه إذا كانت أسر عم يتحدث عن مدارس عن صحة عن تعليم عن أكل وشرب وملابس وإلى ذلك نعم وهاي المبالغ اللي عم بتمدفعها الإجارات عم بتأثر على الاستهلاك الشهري لإله بالتأكيد أكيد بالتأكيد هلأ إحنا شفنا بقضية رحناها سابقاً دراسة أبسوس كانت عن الوضع الاقتصادي أو الدخل الاقتصادي للمواطن الأردني وجدنا فعلياً أن أربع من بين كل خمس أردنيين اليوم عارفين بالضبط سعر كل شيء بشتروا وهذا دليل على الوعي العالي بتكلفة الأمور الحياتية وهذا سببه أكيد لأن الأسعار مرتفعة من ضمنها إجارات البيوت فاليوم الأردني كل نظامه الشهري أو ميزانيته بوضعها بوعي كبير ويكون عارف قديش عليه بالضبط لأنه كل شيء بيكون على الأد نعم شكراً لك يارا شكراً على الجهود المبذولة دائماً بإعداد هاي التقارير يعطيكم ألف عافية خلينا نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل وإذا فيه حلول لإيجاد هذه الحلول لحتى تساعد وتساهم من تخفيف الأعباء على المستأجرين طبعاً رح نحكي عن هذا الموضوع مع دكتور حسين ألعموش وحضرته الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك صباح الخير صباح الخير للكولة جميع المشاهدين كلان صباح الخير دكتور أهلاً وسهلاً فيك شرفتنا بداية دكتور مثلنا شفنا تقرير زميلة يارا وهو موضوع يعني متعارف عليه ضمنياً نحن في البلد أنه الأجرات نسبياً مرتفعة سواء نحكي عن سكني أو تجاري أو بغض النظر ولكن إذا ركزنا شوي على السكني يعني مش معقول أنه الإنسان يدفع 70 أو 80 بالمية من دخله أجار بيت فهل هناك أرقام عند حضرتك تدلل هل هناك مؤشرات مثلاً تتحدث عن الموضوع نعم شكراً صباح الخير مرة ثانية صباح الخير بس حصائيات هيك سريعة متوفرة لدى الجمعية عدد المساكن في الأردن 2.300.000 تقريباً لما كانت شقق تقريباً 62% من الأردنين يملكون مساكن 62% من الأردنين يملكون مساكن حاولو 45% منها 62% في العاصمة عامة قيمة الإجارات ما بين 200 إلى 300 متوسط قيمة الإجارات ما بين 200 إلى 300 دينار متوسط دخل الأسرة طبعاً لم أحكي أسرة زوج وزوجة أو أب وأبن أو أب وأبنة إلى آخره تقريباً 700 دينار يعني بحسبة بسيطة أنت تدفع تقريباً 50% من دخلك للإيجار تقريباً أهلاً أنا أريد أن أحكي عن حلول فيه عندنا حلول كجمعية والإجارة المختصة للجمعية وضعت مجموعة كبيرة من الحلول وأذكر أنه في سنة من السنوات كنت أنا ممثل الجمعية بوضع نظام خاص لتعامل السكان داخل العمارة الواحدة وخرج هذا النظام وأعتقد أن الحلول إلى أرادة الدولة يعني الأخذ بها حلول موجودة وسهلة نعم طب خلينا نحكي عن هذه الحلول شو هي هذه الحلول طب يعني في مجموعة من حلول نحن اليوم عن نحكي عن حلول بتخفف من الإجارات على المستجرين صحيح وبنفس الوقت بتضمن حقوق الملاك صحيح أولاً يعني يجب أن يكون هناك تدخل حكومي في هذه المسألة وفلسفة اقتصاد السوق التي تقوم على يعني على حالة من الانفلات كما هو حاصل حالياً في موضوع الإجارات يستدعي تدخل حكومة لأنه في نص في يعني في نصوص قانونية تستدعي تدخل حكومي في هذا الظرف تحديداً لأنه في حالة انفلات وكنت أتحدث أنا وأخوي بشار أنه عشرات الألاف من القضايا الآن بين المستأجر والمؤجر تنشغل فيها الحكومة والقضاء والمحامين نعم وهي كان يمكن حلها لو تم إيجاد هذه الحلول نعم من ضمن الحلول اللي احنا بنحكي عنها وضع سقوف سعرية للمتر المربع في حسب كل منطقنا يعني المتر في عبدون أكيد سعره أعلى من المتر في صويلح أو أبو نصير أو شوى بدران أو الأخري وهذه المسألة تستدعي إيجاد نظام وهذا النظام يعني إذا يحتاج إلى إقرار من مجلس من مجلس النواب أو مجلس الأمة بشقي النواب والعيان يحتاج إلى مجلس الوزراء نعم بعدما يعد النظام يأخذ مجلس الوزراء قراراً باعتماد هذا النظام وهذه مسألة راح تحل الكثير من المشاكل نعم من ضمنها رفع الإجارات سنوياً من ضمنها بحيث تكون في نسبة محددة من ضمنها إيجاد عقد موحد والعقد الموحد أيضاً هذه مسألة يعني تقودنا إلى الحديث عن عقود الإدعان عقد الإيجار بهذا الشكل هو عقد إدعان نعم خاصة أنه موجود المكتبات وأنت لا تملك أن تغير فيه حرفاً واحدة أنت كمستأجر نحن مش بس ندافع عن مستأجر كمستهلك أيضاً ندافع عن صاحب الشقق صاحب العطار أيضاً بالضبط حتى ما يصير فيه مشاكل من ضمن بنود النظام التي نفكر فيها أن يكون هناك تحويل مالي مباشر من خلال راتبك راتبي أنا مثلاً ببنك الإسكان أقططع منه النظام يتيح لي توكيل البنك بتحويل قيمة الإيجار للمؤجر خلال فترة الإيجار لا يعينه هالراتب يا دكتور إذا بده يوصل مشفه وضعهم يوصل بنزل شلن بالآخر إذا بدك تقطع كل شيء منه ما بدك تدفعه هذه المشاكل بصيره أول بأول بما أنه أنت عملت عقد إيجار يجب أن تلتزم بدفع إيجارك الالتزام بالدفع هو أكيد هو الواجب وأنت بتاخد خدمة مقابل هذه الخدمة بدك تقدم مبلغ من المال ولكن اليوم يمكن المشكلة هي ارتفاع أسعار إيجارات المنازل يمكن سبب هذا الارتفاع بأنه الناس بتوصل لآخر الشهر مكسورة مش قادرة تدفع للشهر الجاية فاليوم إحنا كمواطنين بحاجة لإنا نلاقي تثبيت زي ما بتحكي إنتا اليوم على الأسعار إنه ما يكون في هذا التسعير اللي يمكن إحنا كمواطنين نشوفه إنه غير منطقي وبنفس الوقت كمان صاحب الملك وبقول لك هذا منزلي أنا حر بحط المبلغ اللي بدية فاليوم حضرتك عندك مجموعة من الحلول تطرحين إياه وخلينا نمشي عليهم بند بند أنا بحكي عن الحلول الآن اللي حكيت عنها هاي حلول للإيجارات أيضا في حلول نحنا طرحناها على حكومة عبر عشرات السنوات لإيجاد شقق ليمتلك المواطن الأردن شقة أو يمتلك أرض يبني عليها أو يعني من خلال مؤسسة تطوير الحضري من خلال مؤسسة الإسكان وتطوير الحضري في عندي مجموعة من القضايا أيضا أنا إحنا مطرح كمان قضية إيجاد محكمة خاصة لموضوع العقار والاستئجار يعني مش معقول المحاكم تنشغل طيلة يعني عملها بموضوع استأجرت منك وما دفعت لك استأجرته وخربت استأجرته ومش عارب إيج وفتورة كهرباء وفتورة موائن إحنا ستي إذا تسمحي لأنا بدي أختصر حتى نكسب الوقت أكثر يعني قدمنا مذكرات عديدة للحكومة ومثلة بمؤسس الإسكان ومثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان من ضمنها إعفاء للشقق السكنية مثلا لما تشتري شقة أنت الآن بالنظام الموجود حاليا يتم هناك عفاء 150 متر أول 150 متر يعني إذا تشتري شقة 160 متر أنت غير معفا نعم وبالتالي نحن نرى أن الشوق السكنية يجب أن تعفى بالكامل كما هو معمول فيه بعدد من الدول العربية وأنا بحكي كاتحاد عربي للمستالك أيضا ومطلع على تجارب دول أخرى عربية تعفي عفاء كامل من الضرائب والرسوم لمن يمتلك أو لمن يشتري شقة ليس بأول مرة طبعا النظام الحالي عندما تشتري شقة من شركة إسكان نعم يعفوك لكن نحن نطرح أن شراءها من أي مواطن نعم أو مرات يعني من أكثر مرحلة يعني مواطن اشتري من الإسكان أنت تشتري من مواطن لاحقا يجب أن تعفى من الرسوم والضرائب أيضا تخفيض قيمة تخفيض الفائدة من قبل البنوك وهذا الأمر يستدعي أيضا الحكومة تحصل مبالغ كبيرة من ضرائب من البنوك نعم تصل إلى ثلاثين بالمئة نعم طيب يسوى الأمر إذا الحكومة تريد أن تضع حلول أن تخفض هذه النسبة على أن تخفض البنوك نعم نسبة الفائدة على الأردنيين وهذا يتعارض مع عقود الإدعان دكتور لأنه البنك أنت بتوقع له مليون توقعه برفع فائدة براحته شكرا كل شهر برفعها والله بسوى تعملوا حلقة عن موضوع عقود الإدعان زي ما بدون ما حدا بقدر يتحكم في هذا الموضوع نشوفنا السنة الماضية يعني من عشرات الألف من القضايا اللي إلها على قبر ارتفاع الفائدة البنك برفع براحته ما حدا بحكيله وين رايح صحيح صحيح لذلك نحن نقول أن الحكومة يجب أن تساهم بالحل لأنها هي طرف أيضا ذكرت بأنه من عشرات السنوات أنت قدمتوا هذه الحلول حكومين إلى اليوم ما نعمل فيها يعني لم نلمس إرادة حكومية بوضع حلول بصراحة حتى هذه اللحظة يعني الأمور تنفجر وتتقم يوما عن يوم نعم وإحنا ما في حلول بصراحة نعم رغم أنه الموضوع سهل ومبسط ولا يحتاج إلى الكثير من العناء بدي أطرح حلول أخرى التشجيع على إنشاء الجمعيات الإسكانية وهذه المسألة معمول فيها في الكثير من الدول العربية أنا وإنت والزميلة نعمل جمعية إسكان وتحفين الدولة من ضرائب طبعا الجمعية الإسكان مثلا نفترض أنه يجب أن يكون عدد المشاركين فيها مائة عضو مائتين عضو بس مقابل أن يعني يكون فيناك تكتل مصلحي هدفه شراء قطة أرض ثم تقسيمها على العضاء نعم بها في بناء مساكن أيضا من الحلول اللي طرحناها أيضا هناك الكثير من أراضي الدولة الفارغة التي يعني متاخمة لحدود مدن كبرى زي الزرقة وزي إربد وزي عمان فارغة ولماذا لا تقوم الدولة بتفويضها للمواطنين بأسعار رمزية بحيث ضمن معايير المعايير مثلا أن لا يمتلك أرض سابقا أن لا يمتلك شقة سابقا يفوضوها له بسعار رمزي بحيث أنه هو لما يروح على البنك يقول لك بدي أبني في عنده قطة أرض يقدر يبني عليها بسهولة هاي الأمر كمان راح تحل مشاكل أخرى بدل ما تكلفوا 100 ألف مع الفائدة هذا بتكلفوا 30 عملوا ما نزلوا بـ 50-60 ألف مثلا اثنين يعني هايضا الأمر كمان نحكي عن التنمية المستدامة هايضا الأمر كمان بحل مشاكل كثيرة الآن العالم يتجه إلى إلى الخروج من من مصط المدينة إلى إيجاد مدن أخرى يعني أخواننا المصريين سبقونا في إيجاد مدن أخرى خارج لإخراج لتخفيف الضغط على القاهرة حقيقة وهذا الأمر أيضا يساعدنا في مسألة يعني في غاية الأهمية أن نخطط اسكانيا لمئات السنوات بحيث يكون هناك شوارع كبيرة يكون هناك قطارات يكون هناك مترو يكون هناك يعني مستلزمات الحياة الحديثة نقل التمركز من المدينة لا نفكر يعني لخمس سنوات وعشر سنوات كما كان معمول به سابقا نعم يعني هذه مجموعة من حلول نضحها أمام المسؤولين ونأمل أن من خلالك كتلفزيون يعني مشاهد وله صدا كبير أن يؤخذ بيها إن شاء الله إذن شكرا لوجدك معنا دكتور حسين اللي عموش وحدتك الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلكة شكرا لك شكرا جزيلا دكتور شباط اشتركوا في القناة